اشتركوا في القناة السلام عليكم وهلي فيكم في فيديو جديد اليوم سنتحدث معكم عن انطباعي للايوس 14.3 للنسخة التجربية الأولى فهلا مثل ما نشوف نخش هنا العددات عام حول مثل ما نشوف 14.3 النسخة التجربية الأولى كبداية استخدمت اليوم تقريبا على الايفون 11 Pro Max وانتقلت الآن على الايفون 12 Pro Max واستخدمت اليومين أو ثلاثة أيام لهو النسخة هذه التجربية ممتازة ما شفت فيها أي شيء طبعا بطارية ما قدر أقول لكم ممتازة لأنه أول ما نزلت ونزلتها للنسخة هذه أنا ما عرف كيف استخدام بطارية لأيفون 12 Pro Max اللي بهذه النسخة تولي نزلتها فمع الأشهر يمكن قدام أقول لكم أو مع النسخ اللي قدام رايح أشوف الفرق وأقول لكم كيف الفرق لكن الحين انطباع البطارية ممتازة يعني يعطاني سبع ساعات الآن استخدام من الشحن اللي شحنته أمس في الليل والآن باقي فيه 29% فيعتبر ممتاز باقي 29% رح نكمل براحة لحق 9 ساعات إلى 10 ساعات استخدامي طبيعي ما أطفي الأشياء اللي موجودة هنا كلها مثل ما قلت لكم فممتاز لكن في أشياء ما أجبتني في النسخة هذه أول حاجة بعض الأحيان إذا فتحت أي برنامج ونطلع من الخروج مثلا لو بفتح لكم برنامج من برامج هنا الخروج مثل ما نشوف معروف هذا الحركة بس لكن أحيانا بعض البرامج اللي تطلع منها يطلع يروح فوق أوريكم صورة من عندي هنا مصور لاني رسالة الحقيقة قبل أنا في الفيد باك مدل ما نشوف شوف كيف الصورة تطلع تروح هناك فهذا الموشن ذا الحركة اللي جاية فيها قلتش في نفس السوفتير هذا إن شاء الله سأتعدلها قدام وبرضو الحركة اللي أنا أستخدمها كثير وابل في مشكلة حين في البيت الأول لهذه النسخة ألا وهي طباعة بالوايرلس أنا طبع كثير بالوايرلس أفتح أضغط هنا طباعة يسوي كراش ويطلع من البرنامج أضغط هنا أختار الطابعة الطابعة محطوطة عندي سوف تنضافها حين نضافت يطلع من البرنامج رسلت أبل برضو على برنامج الفيد باك أي شخص عند نسخة البيتة سوف ينزل لبرنامج الفيد باك هذا ترسل أبل وإن شاء الله تحلل لك السوفتيرات الجاية بس تغريبا استخدامي ممتاز وجدت سخونة هنا في الجهاز في ذي الجهة بس في برنامج اليوتيوب مدري ليش بس اليوتيوب هل مشكلة من نفس اليوتيوب لازم يعدلونها نشوف مع أنني ما استخدمت اليوتيوب كثير يعني أتصفح اليوتيوب حتى بعد أشغل فيديو في اليوتيوب نفسها في دقيقة ودقيقتين جي لحرارة قوية هنا مع أنني لم يشكل تحديد الموقع موش بشكل أي شيء في برنامج اليوتيوب بس مدري ليش نشوف قدام البيت الثاني ونشوف كيف أحلها وكيف استخدامها بس ففي نهاية الفيديو لا تنسوني اشتراك بالغناة واشتراك في حساب السابتشارش تشرف إضواتكم وعمل ليك المقطع ونشر المقطع ولا تنسوني موضوع دعاكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة